هل تقعصتم عن علاجه؟ هل الصورة اللي هو بيقولها لا فيه أطباء ولا فيه إدارة في المستشفى ولا فيه مستشفى أصلاً هل ده صحيح؟ قبل بقى مصل للجملة اللي هو قالها ان انتوا قلتوله أو مين اللي قالك كفار؟ دكتور أحمد السيد دكتور أحمد السيد وإحنا يا جماعة نحاول نقل دكتور أحمد السيد هو مش عاوز يتكلم بس نحاول تانية يا والبي ممكن بس أعلق على الثلاث كلمات اللي قالهم قبل ما يكتر مؤمن ما يتكلم معلش هم ثلاث نقط صغيرين مستشفى المطارية موجودة في هوتسبوت يعني حتة زحمة وحالتها كتير جداً من وقع الدفاتر احنا بنستقبل من 800 لـ 1200 حالة استقبال من بعد الساعة 2 لتاني يوم الساعة 8 الصبح من بعد الساعة 2 الضهر لتاني يوم 8 الصبح من 800 لـ 1200 حالة ده مش النهاردة ده على طول هو بيقول حضرته ان غرفة الجراحة خارج المستشفى غرفة الجراحة جوه صور المستشفى هو حضرته بيقول ان ما كان مش عايز بيقولين بعد تلتة ساعة حضرتك عامل بوابة حديدية على غرفة الجراحة عشان الناس حضرتك عاملت غرفة جراحة شاف احمد ساعة كلنا كده بنتكلم يا جماعة خليني بس انا ادير اديرنا اولا هل تقعصتم عن علاج دولة اقول عنها ابدا هو بيقول ان احمد ساقر اللي بيقطع التذاكر شافه بعد تلتة ساعة حاجة اخر حاجة بس عشان كلامه الساعة اثنين وعشرة من وقع الدفاتر ده خلينا مريض بطلق ناري في الفغد جاي من اسم شرطة شبرة الخيمة كان موجود معاه في قطة الجراحة كان معاه تقم الجراحة وتقم العظام وتقم الاوعية والمريض ده اتوفى جوه المستشفى بعد ما دخل قطة العمليات داخل الساعة اثنين وعشرة يعني قبل ما هو ما يفهم اه المريض مالوش علاجه بالواقع لا لا خير المريض التاني انت عايز تقول ان احنا تقمل مفتصنا كله كان معاه في نفس القوضة اللي بيقول مالهاش فيها حد ساز وعيد خليني بس اقولي يا محمد فتح هو يكسم اني كان في مريض واحد في غرفة الجراحة زمان انا اقصمت النار هو يكسم ده مش الموضوع يا دكتور بس يا دكتور انت فيما هتعلق بالنقاب في جزء متعلق بالمشتاشر طيب خليني بس انا ادير المخش احنا بتكلم على طعم خطف واعتداء واحتاجاز ناس وتهددهم يعني ابدأ من الدور التاسع لا لا مؤمن يتكلم يقولش هابه خليني بس خليني في الجزء ده اكمل يا محمد اشان اسأل الدكتور مؤمن فضل سعدك طيب دكتور مؤمن النقطة الاولى انا عندي امين شرطة يؤدي واجبه انا مشكلتش مع الدكتور مؤمن خالص ما هو الدكتور احمد السيد مش عايز يعمل مدخل السيد استعام بالدكتور مؤمن ندل الدكتور مؤمن بقى وصحه والاطباء بقى اللي نايم واللي مش نايم حضرتك كيف ان دم قولت ان هو شاور للدكتور مؤمن العبارة اللي حضرتك قلت عليه كده اللي هو مش موضوع اصلا كلنا لو كلنا لو وقال الاتنين نزلوا مع بعض مين اللي مكانش موجود مكانش موجود فين بالزبط عشان اقدر اقولك حضرتك بدأ مشكلتي او الكلام بتاعي او اللي قال لي الدكتور احمد السيد ملاش نتدخل اصوات ما انت كل واحد هيتكلم طيب خليني دكتور مؤمن هل تقعصتم عن علاج امين شرطة مصاب وهل زميلك الدكتور احمد السيد قال له من تقفره هل ده موقف زميلك من الشرطة والسؤال اللي قابله هل تقعصتم عن علاجه لم يجد طبيبا في المستشفى هل الازمة بدأت من هنا تفضل دكتور مؤمن طيب نحاول نجيب الدكتور مؤمن تاني لانه الاطباء زي ما قلتلكم طيب قول لي عشان انت كنت طبيب مناوب وقتها يعني انت الطبيب المناوب صحيح انت الجزء اللي هو بتكلم فيه ده انت لم تكن موجودة نعم طيب هل هل المستشفى تقعصت عن علاج امين شرطة مصاب احنا يا فندم بنخدم منطقة حيوية جدا المنطقة دي لا تهدأ ابدا ابدا علشان كده احنا كاسم اصلا واسم حضرتك هالي لا تهدأ يعني احنا ما يعني كامل كامل لا تفضل يا فندم احنا اصلا كاسم تجد طب ما يمش ان الدكتور مومن رجع بس ان هو شاهدته قابل منك يعني دكتور مومن اعيد السؤال تاني ولا سمعته لا سمعته حضرتك طب اتفضل اولا حضرتك سمع الدكتور جلالة والدكتور موريس والدكتور خالد والسيادة الامين بقول له حضرتك بالوقت انا كنت يا فندم اولا انا نايا بادارة مستشفى وانا دكتور تجميد اه اولا انا معرفش ان الاستاذ اللي قدام حضرتك ده اصلا امين شورتك انا تجيد قبل احد متعور في وشه متقطع وايه اللي حق تطلع ايه اللي حق شوفه واتحالتك في اسم الحروق في الدور الارضي اللي في اسم الاستقبال طلعت حالتك طلعت حالتك قبل ما وصل له كان الدكتور احمد موجود ماشي وزي ما قال الدكتور موريس قابليه بفيش بحوالي مثلا عشر دقايق ولا حاجة كنت كنت انا داخل انا نايا بادارة مستشفى ما فيش حالة تقدر تخش العمليات غير لازم ما يكون انا موجود عشان تابع الموقف لو في حصل اي حاجة عشان اتصرف انا كناب اداري انا والدكتور موريس جلالة ممنوع تخش اي حالة العمليات غير لما نكون موجودين فانا كنت متواجد اصلا قبل ما اخش اسم الحروق عشان نشوف حال عندي وموجود حضرتك اصلا فط العمليات في الحالة بتاعت اللي اللي ارحمه اللي بتوفى المضروب بطلق النار كان طلق النار في الفخ شاب اللي ارحمه ماشي طلعت حضرتك من اسم الحروق وطلعت بسرعة على اسم على قطة غرفة الجراحة لقيته دكتور احمد موجود احمد السيد موجود واقف جمه وفيه اتنين دكترة بانتهاز وفيه واحد وفيه ممر يعني مش قصة يا فندم مش قصة دكتور واحد هذا جاله اربعة دكتور انا جيت لقيت تلاتة منهم انا كنت الرابع كويس رحت حضرتك اول مبسطله كده قلتولي خير يا اللهبه السلامة وريني وشك بصنا كده قلتولي فوضوع بسيط يا عم ما تخافش من حاجة حتى هو اللي قدام حضرتك ده ام باس راسي الايه ام باس راسي ام باس راسه اللي هو الامين محمد اه ام باس راسي ناشي وقال ربنا يخليه كلية وفتاعة مش عارفية اترون ما تقلقش ودكتور رحمد اقعد يهضر معاه يا عم ودنتو ودنتو رجالة لحاجاتي بنسبالكم ولا حاجة ده بسيطة وانتو ما تتدلعش وصبت لقيت الموضوع الجميل وبسيط حتى بعد وانسحبت انا دكتور احمد اقعد يهضر ما هو بقولك بسيطة ما تتدلعش دي ما انت بتقولها الوقت ما انت بتقولها بطريقة دكتور مومن بقولت قاليت له بطريقة تانية استاذ وائل استاذ وائل ممكن تسمعني يا فندم تفضل ولا انا بست دماؤل الدكتور احمد السيد ما كانش الدكتور مؤمن طب هو هو بس عمزه تعليه بسيط وهتكمل تفضل ويحلف ان هو ده جيلة اللي اتنين كانوا مع بعض اللي اتنين من فوق مع بعض اقسم بالله اللي اتنين نازلين مع بعض هو الدكتور مؤمن لما شوف الجرح ولقى الجرح يعني ما استهلش من انا اصحى من نمرة عامل الدكتور اللي اتنين نازلين مع بعض اهو قدامكم طيب اتفضل يا دكتور اتفضل بقول لحضرتك اولا احنا مكناش اتنين احنا كنا اربعة ده كثرة ونمرض معنا الخامس وايس كده اهو انا جاي يا فندم معا في التلاتة التانيين لا ينفعش حد فيهم يسيبيت تاني لان الدكتور احمد السيد دكتور زمالة مصرية في الجراحة العامة ولازم وفيه مسؤول عن تدريب اطباء اللي هم اسمهم اطباء الامتياز محدش فيهم يقدر يبش من عنده ولا يتحرك من جنبه غير بإذن ويتحركوا معا في كل حتة لان هو مسؤول عن تدريبهم وما يقدرش اي حد فيهم يمارس اي عمل اي عمل طبي غير في وجوده وما يقدرش يخلش اي واحد فيهم يخلش الحالة يبص عليها غيره دكتور احمد موجود طيب دكتور مومن عشان انقل بقى للصدام اللي حصل اي حدرتي اذا انا اتباك اللي موجودين مع بعض وانا انا جيت الرابع ما بيش حاجة اسمها جاي لوحده دي رقم واحد رقم اتنين انا معرفش هو جاي من جاي من فين انا واقسم بالله العظيم ثلاثة والله 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 يقلق الانشور تزميننا مصاب يعني بيقولك مسؤول العلاقات احمد صاروح بعد ما جبناه على التلفون قفل التلفون تاني قال ان هو قال لكم ده امين شرطة زميلنا مصاب عايزي وصله الاهتمام يعني ان ده مننا ده زميلنا ده بيجلنا في مشكلات كتير يا انا بسمعه يا دكتور بس خليني بس يا جماعة ما تبقوش يعني انتو تلاتة من الاطباء وفي رابع هو بيتكلم وهو امين شرطة واحد هو اللي بيتكلم الواحد فضل فضل هذا كيف انت متقسم مش اربعة اطباء واحد هذاك فيه ادارة هذاك واحدة هيه الدور والتاني مش بالحق يتكلم غدا ما الثاني خلص فضل يا فضل قول لي بس يا دكتور امين محمد لو سمحت لغاية ما يخلص كلام فضل فضل تحت امر عشان بس تدخل في الصدام اللي بعد كده انا معرفش وجاي من فين كويس كده وانا اقسم بالله والله 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 ان ما في مرة قالولي ان في ممكن امين شرطة ولا حتى ظابط ولا اي كائن ممكان قالولي بس مجروح وانحنا نتأخر معاه القصة مش قصة الزباط ولا امين شرطة والقصة قصة البني ادب عشان بس ما ننخص القصة ان هو يقولي ده بيتزامرنا ومش دمين انا ما يفريقش اصلا معايا هو امين شرطة ولا مش امين شرطة انا كده كده ربنا هشيبني على اثنين ماشي بعد وقت حضرتك انا رحت توجهت لي علشان خاطر زي ما قولي حضرتك كده شفتوا وقتولي المضوع بسيط وقام واحضان وخلاص وقالت بعضه وقالشنا مشيت مشيت انا انسحبت خلاص المضوع كان بسيط ولا يستري اي شيء اصلي انسحبت حضرتك واحد اسم الحروق عندي بيقولت عشان انا ماسك الحروق بعد كده حضرتك فجيت بانتصال بالدكتور احمد ويقولي الحقني انا مش هاجف انا ده بنضارت الكسرت وبنضرب الحقني وتعال اشوف موقف بصراحة فانا طرع انا نايب ايداري اتوجهت وصفة نايب ايداري مش ريح اتخاني وايه رحت حضرتك للنابل رحت حضرتك للاحمد لقيت احمد محجوز وقلت الجراحة يعجل عاني فتحوا الباب هو في ايه جوه لا ما حاولت محدش هيخش حاولت عفرت الحد لما ربنا يسح فتحت الباب ويرت اخش دخلت لقيت سادت الابين واقف عمالي زاعق واحد تاني ركرة كه حاتم ده مش حاتم اسمه حسام ده حسام حسام ده واقف حضرتك باسك احمد وزارفه في الحيطة ونازل فيه ناع ومشكلة ان احمد جيده قفرت ما هو شايف هو بتضرب من ان يحت ماشي وبعد كده هو حاولت لا يعني يعني انت لما نزلت لقيت احمد الدكتور احمد ساد احنا برضو طلبنا منه ان يتكلم لكن هو مش عاوز يعلق لقيت اماناء الشرطة مأيدينه وبضربه فيه لا يا فهل هو وصل حتى هذه اللحظة كانوا اتنين اماناء الشرطة اول افراد اتنين اعبت بعد كم اماناء اماناء الشرطة اتنين يا سمين ده الموصاب اللي عنده حضرتك كده واحد تاني معاه اللي عايش ما كده اسمه حسان وقيت كده فحد الوقت ما كانش فيه لسه حد تاني بدأت افندي بدأت اتعمل معاه وروحت وانحيلت عليه ماشي وقتولي اقعد انا اعمل لك كل اللي انت عاوزه وقعدت على الكورسي ورجعت شفوك اسمي العمالي بضيعك ده ويهديك لو سمحت بعد اذنك بس سيبه سيبه الدكتور ده وانا حطار انا بوله كان الكفير لا مش حفيش حاجة اسمحة يبقى انا راجل نابي اداري مستشفى مفيش حاجة اسمحة تاخل تاخل دكتور عندي بعيته قال احنا احنا حنربيه وانحنا نطلع منها انت وانتول ما بيش حاجة سمحة اطلع منها المهم عادنا في النقاش وراح بالاخر طلعبني برا القوضة تاني زقني ومسيكني وحطلعني برا القوضة تاني حدخلت القوضة تاني وقعدت عافر معاه ولما ربنا هزهل هل اتخذت احمد ومتطلعت ازاي بقى بدأ بقى لابسة باحمد اطلعت احمد مشك فيه انا بقى انت ازاي بقى تطلعه وانت عايف انت عامل مع مين انت ازاي تخلي تخلي امر امر احنا نعمله ودخلنا بقى في المفاترات وانا اتباشتنا احنا اي لازمة والاخر بعد كده وحضرتك ازاي ساحب احمد تاني قمت انا والساعة احمد راح قال لي طيب ماشي انت باعلي تعالى بس مسكني انا حضرتك وحاول ياخدني وحاول يكتفني طبعا انا عشرت معاه عشان خاطر ما يكتفنيش وجاءت حضرتك في الاخر اما طلع الطبانجر وشد الاجزاء وراح مطلع السلاح فوق وراح قعد يجري في الاستقبال عشان طلع يجري في الاستقبال كده قدام بساحة الاستقبال وجاء يجري علي راح في حضرتك واحد معنا سيكيوريتي يعني جي واف وتصدر يصدر ويعايز يخلوش عنه عشان خائف لحنا يضربني بالنار فاكرنا حتاكوا يضربني بالنار جي واف قصادي وقال له وقال له ده 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 مين محمد ردوان اللي انشاء لا محمد ما عرفش ساعتها هو كان فيه انا قلت ساعتها بدأ تضرب من حساب كويس كده بس امعرفش محمد ده كان يعز فاني يحت ساعتها ساعت ماشمش فيه تضع الرصيف حامد خليها نسمعه بس يا محمد خليها نسمعه طب قبل بس ما تكمل يا دكتور عشان الجزدة يعني انتوا هنا لم تتقاعصوا عن علاجه ده اولا عشان اقفلوا النقطة دي لا حصلش وهو انت كان بينزل منك دم من رصة وش غرقان دم طب هو وش غرقان دم ليه الناس ما علجتوش على طول هو حق الله احصى عشان الجرح اللي في وشه ده فعلا هو حق اللهجي بالجرح اللي في وشه ده هو غرقان فعلا مش تنيكرة ماشي كان جيب ليه فعلا يعني هفكنا هخليه مسلا ستقيرا أنا بجري لأ athlete ليس مقبولا مني انه بنزع يا عنده دا فترة يا محمد هما بيستهينوا بالاصابة عندك انها يعني انهم ما كانوش خليني بس خلا انهم ما كانوش ما بطقوش في علاجك هما شايفين انه الاصابة بسيطة ويمكن انهم يعنقوها هو امتنع عن علاجي كل وجزء مش استهانة لما يكون واحد عنده جرح اقل من سنتي واخد بالحضرتك والدكاتر يقولوله ده ممكن ده يخف من غير اي حاجة خالص لكن لو عايز نعمل لك غرح نعملها لك سيادته بيقول اقل من سنتي انا عنده جرح حوالي اربعة سنتي اربعة سنتي تلت غرز نفسه وشي تلت غرز طب ما هو عامل تلت غرز يا دكتور يا شايف يا شايف اتعالي 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 خالي الدكتور احمد جلالة يتعامل معانا يا فدت معاد دكتور جرح اكبر جرح قلبه صدر معاد دكتور احمد جلالة احسن دكتور لا لا وقته عشان اقفل النقطة دي يعني لو طلع انها اربعة لو طلع انها اربعة سنتي او اه فيه اه تتطلب انه لازم تاخد غرز يعني هو يا فندم مرفضش انه اخياته هو قال له بسيطة هو قال له بسيطة عشان ما يليوش انه لازم اطمن العيان ده الف بيطب يا فندم انه لازم اطمن العيان اصلا شاهدته يا جماعة وبقول رفضوا وانه يابا حتشوف لو ده اربعة سنتي ولا مش اربعة سنتي لانه ده هتشوف عاليف جلالة انت رايح مصاب في مشكلة او رايح مصاب لأي سبب ان كان كنت ماشي في الشارع وتصبت وروحت المستشفى لدكتور بعالجك ايه اللي هخليك تمسك في دكتور او تتخنق مع دكتور ده بالاضافة مفيش طبعا ان احنا تخنقنا معا مفيش الكلام ده وكلها مشاكلات كلامية قول له انت الامين محمد بس دماغ الدكتور احمد السيد ليه علشان يعالجني علشان يخيطني او انا روحت مستشفى الزتون خرجت من عندهم المستشفى روحت مستشفى الزتون ليه مستشفى الزتون كتبين لك في التقارير او معاك تقارير طب انه دكتور مومن دي او واحدة هاسألك تاني تقارير موجودة هنعرض سؤالك مستشفى الزتون جي واحد زميل يخدني من مستشفى المطارية انا اتصلت بيه تعال اخدني خيطني علشان مستشفى المطارية مش عايزة تعمل لي حاجة الدكاترة مش عايزين يسير ما غير المكروباس اللي كان فيه الناس كتير انا لسه مفيش مكروباس وبيقولك مفيش اصلا ما لسه انا اخد وقعة الاعتداء بس طيب انا انا مش مش هينفع يا جماعة اقول له شين اله انا انا مش تلات غرز اه هما بين الغرزة والغرزة بيبقى من ربع سنتي لنص سنتي فاحنا بنتكلم من سنتي لربع سنتي انا انا جاي لو جايلك عنده اصداع مليون سلامة على حضرتك ولو نص سنتي حقك علي ان انا اتعامل معاك بس مش معنى ان الدكتور بيقولك بيطمنك وبيقولك مخفص مش معنى كده ان هو بيمتنع عن عيانك يعني كده ان هو بيطمنك وده الف بيطب ان انا اطمن العيان حتى لو كانت اصابته قوية او كبيرة وبعد كده بيطعملها هو قال انه الناس منزعج انت جاي يعني مصحين عشان الهتة دي مصحين مفوضة خلص اللي بيجيله 1200 مريض في اليوم يا فندم مستحيل انه احنا كل تخصص بيبقعد فيه من 12 الى 14 دكتور يا دكتور مؤمن عشان بس نكمل محمد يعني طبعا انت بتقول ان الاصابة انا مش مش هينفع اقولك مش هينفع اقولك انا ممكن اشيلها احنا احنا طلبين في الديارة هتارده عالطبيب الشرعي مفيش مشكلة ولو ثبت انه انه راجل جمه بينزف انا انا هفطرد يا تزوائي انا راجل جاي جمه بينزف وبيتصفى وتعبان جدا جدا عشان انخطر الناس تسرع بعلابة انا هقول لحضرتك والده كترة ماجوش وكل حاجة هل ده يطلع طبانجة ما انا لسه هنقش بقى موضوع انا بس اولا ويكلم تمانية تانيين تشكيل عصابي يقتحم المستشفى اللي مأخول ابوابها ويسحل الناس ويكلبشهم ويقبض عليهم ويدوس على رجلهم للجزمة طيب خديني بس هنقش ده دكتور شان مسبقش الاحداث بس يا دكتور مؤمن ايوه سيادتك انا مصطدم ببوابة حديدية في دماغي فقد الوعي فقد الوعي ايوه 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 ازاي هشيل طبانجة سيادتك طبانجتي كانت مع واحد من احد ازاي هشيل طبانجتي وهي عهدة ميري علي لو تفقد منها جزء واحد انا تحبس على فترة ما قلش ان انت اللي جريت وراه بالطبانجة وبيتكلم على حسين بيقول حسامي اللي جري وراها بالطبانجة فقد الوعي مش كنت سايق حضرتك انا دخلت انا دخلت لو عندك كاميرا في المستشفى في واحد من زميل السايق وانا راكب فقد الوعي وانا راكب فقد الوعي لدرجة ان انا مش عارف سيادتك انا رايح فين يا فنز محمد عشان قبل منقل لو انت عايز تقول له من اصابتك مش صمتي انت بتقول كامل احنا عايز نجمل القصة يا سيزور ما هنكملها بس انا عايز عايز الواقع فيها وهم بيقولوا انه هما الاطباء رفضوا علاجنا طبا وتعاملوا معنا على اننا كفار الشرطة دي مش هينفع علاجها حاصل لازم اخلص من الجزء ده يا جماعة طبعا طبعا ده جزء مهم لازم يتحقق لازم انهي ده وادخل يا فندم لوزارة الصحة والانقابة الاطباء والنيابة العامة ان الدكتور مع الجوش واخلصنا من الموضوع ده يا فندم كان عنده الدكتور مع الجاكش والراجل ما ينفعش وهم احنا واتب في البلدات في تلات جهات الطبيب الوحيد اللي ممكن تشتكيه في تلات جهات في البلد عشانا مين سيادتك اللي بروح مستشفى المطر يا غير الناس الغلبة اللي هي ما تعرفش اي حاجة عن والناس الغلبة دول على دماغنا والله ما حدش بيفسر معين كم مشكلة حضرتك عرضتها في التلفزيون لمستشفات ده كترة هو المستشفى بس اللي فيها مشاكل طيب محمد ميش 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 انا محمد وانا باتكلم عن الاهمال في المستشفى بس لا ادعو الناس الى تكسرها وتحطمها والاعتداء على الاطباء ده جانب انا هناش بس شن اقفل دي تفضل افهم يا دكتور مؤمن هل زو يعني طبعا دكتور احمد السيد وهو الشاهد الوحيد على هذه الواقعة مين شاهد تاني انه قالك انتو كفار الشاهد الوحيد يا فندم فيه فيه ممرض سيادتك وقال لحضرتك انه هو دكتور احمد تمام يا دكتور يعني كان حد وايف معك وهو بيقولك انتو كفار انا مكنتش مركز مثلا احنا كفار اعرفت اهم ليه لما انتا مش مركز اللي هو مين وايف مين مش وايف انا مشغول بالجرح بتاعي الدم بينقف على عشي طيب يا دكتور مومن خليه عشان ادخل في الجانب التاني هنا يعني عندي طبعا ناس شهود عايزين يعملوا انا كلام ما كانش مع الدكتور بس عشان لو ايه يا استاذ وايل انا دكتور والجرح ده سطحي وليس كسر بالجمجمة هو ما قالش انه كسر بالجمجمة على فكرة مين الشرطة ده مزودة علشان يداري هو وزميله وعملته السودا مع الاطباء هنيجي لهذا الجزء تاني من الحلقة كانوا بيتريقوا على جوزي مش عارف مين تقصد مين ممكن يكون رسالة قبلها عندي حالة تقصير لزوجي زوجي الضابط أرجو الرد طبعا حاول نكلمك مش فاهم يحدثك بتقصده إيه يا أستاذ وقال الدكاترة فعلا في المستشفيات الحكومية وغيرها منتهى البرود والإهمال قدام أي مريض أي أن كان حتى الممرضين وبالذات بالليل بيتعاملوا بإيه اللي تزوء ياريت نشوف حل أنا أمن دولة سابقا ياريت مدخلة ضرورة جدا كلموه أنا أمين شرطة سابق عندي كلام كتير ياريت تكلموني تكلموه أنا مش لازم يا جماعة أقول لكم أنا يعني الأستاذ وقال الرحمونا من أمناء الشرطة في عندي حد بتكلم عن أمبراطورية أمناء الشرطة التي تحكم مصر البلد دي بتاعت أمناء الشرطة بس هم يسبونا نعيش فيها طيب أستاذ وقال أنا بحلم أكون بطل كمال أجسام لكن وضع المد لا يساعدني حنساعدك إن شاء الله وأنا بس بقول كل الرسالة لشال الناس ما تتهمناش بالتكاوز أستاذ وقال التكاوز في كل المستشفيات الحكومية عندنا مستشفى طيب طيب خلينا هنا عشان بس أقفل بقى النوطة دي دكتور مؤمن أنت بتقول إنه لا إحنا تعاملنا مع الإصابة إنها بسيطة لكن ما قلنا لوش أو محدش يمكن إنه يقوله الشرطة كفرة وأنا مش هعالجك خلينا سمعه بس إذا سألت محمد لو سمعت عشان ننظم بس وندخل على النوطة التانية تفضل يا فنديم والله ما ينفع عقلا يا ناس منطقيا أنا واحد عيان جايلي أول ما أقبله أقوله أنت كافر يعني أنا أستحلفكم بالله بالوقتي أنا لو شمون بريز ولا يهود براك جالي بجروح هسيب جرح وقوله أنت كافر أنت تتبع الصليين ده منطق وصلنا لهذا الفكر يعني المتدني والمعاملة يعني اللي متناهية يعني مش عارف عادي يقول ليه والله أنا مش متخاني وصلنا لدرجة التفكير عاملين ننزل تحت ننزل تحت ننزل تحت لأبعد من الخيال بقى يتقال خلينا ونطق من الواقع كمل يا مومي ندخل بقى على الواقع التاني يا الوقتي خلاص أنت بتنفي تقاعزكم عن علاجه وبتنفي أن أنتوا عندكم هذه النظرة للشرطة يعني أنت بتقوله الدكتور أحمد السيد والأخوة من رضاعة نقيب في ذخلية أكسم لك بالله ما أكلمني كلمة واحدة الدكتور مؤمن ولا صدر مني وليه أي كلام الدكتور مؤمن أنت بتنسب ده فقط للدكتور أحمد السيد الدكتور أحمد السيد اللي أنا كنت بتكلم بس هل من المعقول أمين محمد خلناه أنوب أنا دكتور أحمد السيد ومش عاوز يتكلم هل من المعقول أن فيه طبيب هيقولك أنت مش أمين شرطة أنتو الكلام جي عن طريق إحنا بنتكلم شرطة كافلة لا ما قاليش الشرطة كافلة حضرتك هو بيسألني إيه اللي عورك فأنا بقوله أنا استضامة كنت بجري وراء واحد فلفت انتباهه أنا يعني إيه بتجري وراء واحد بتقوله كنت بجري وراء واحد يعني ما كانتش يعرف أن حضرتك أمين شرطة أنا شغل أنا أمين شرطة قال ليه ما أنتو كفار ما أنتو كفار طبعا أنا كنت أدعى السرير اللي قمت وقفت الدكتور مؤمن يعني مش عارف هو ما تعملش معايا في أي حاجة أنا كنت أعايز حضرتك الدكتور أحمد السيد ماشي هو مش عاوز يتكلف هابستني أمين شرطة هابستني في القصص المطرية يا بحمد الدكتور مؤمن نعم بقول له أنتا هابستني في القصص المطرية هابستني في القصص المطرية تبسيتك واحد مصاب بينزف في دمه إزاي هو هيقف يكتف ويسحل ويضرب وفقد الوعي. حضرتك انا اي يعني? ايه بكزا دور انا? ده الساعة ونص بالليل. انت محتاجة واحدة. انا راح لدكتور عشان يسحفني. دكتور موامن عشان بس الصوت. خلينا اخد منك بس الجزء التاني في الواقع. خلاص يا جماعة احنا. اه يعني. انت مش مش منوه في المستشفى. انا. دلوقتي حضرتك انت هو اول مساء لك. انت ايه اللي حصل? اكيد ما كانتش حصلت المشكلة. افان انت ما ننزل. هو الواقف قدام الواقفة. لا 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 لا. انزلت في المواقل اللي هو بيحكي ده انت بتقول انها تفند. تبقى ده خمس دقائق في النيابة ان هو. كل ده. تقول دخلوا خمس دقائق في المستشفى. هو حالا قال نهو مجرد ان هو شافه قال له انت كنت ايه اللي عورك? قال لنا كنت بجري ولا واحد. قال له انت شغال ايه? قال لنا انا مين شرطة? قال له انت كفرة. اه. وحالا لما مؤمن قال نهو ام بس على رجلي صاني يا انت كافر. امتنع عن علاجي. وانت بتقول له بعد كده. امتنع عن علاجي عشان يعالجي. انت فعلا ملاك. طب هو عشان يعالجني انا بنزل. وانت مش حالي تامي. يعني دكتور احمد جلالة ما كانش متواجد? اكسيم لك بالله ما كان موجود. ما انت عملتوا فيه بلاغ انه هو قصر يجي. انا ما شفتوش. انا ما شفتوش. انا ما شفتوش. يا دكتور خالد لو سمحت سيب لنا بس تنظيم الحلقة لو سمحت. فضل. هو احنا دخلنا في تفاصيل. طيب. ما يهمش كان لازل لانه هو بيقول لك اللي اللي سبب التصاعد الازمة ان انا عندي اطباء تجردوا من انسانيتهم مش عايزين يعالجوا. وفقا ان كلامهم. واحدهم قالوا انت كفر. لا هو. خليني بس. خلاص. وقلت له كمان هو يقول لك. خليني ادخل بس في الجزء. دكتور محترم وابن ناس. قلت ترخيرك. قلت ترخيرك. واحمد سقر. يا دكتور مو ندخل في الجنب التاني. من غير تفاصيل سبا يرى. هنا الدكتور احمد السيد هو صاحب هذه الواقعة. وبالتأكيد يعني لو فيه اه تحقيقات حتم. حتكشف عن اه يعني صحطة من عدم صحة. وهو من حق يقدم فيه شكوى في النيابة ووزارة الصحة. خليني ادخل في الجزء التاني بقى. الاتضاء ياخد يا باشا مجراء. احنا روحنا. يا جماعة بس لو سمحت يا امين محمد. لو سمحت. فضل يا فاني. خليني ادخل في الجزء التاني. انتوا هنا بقى قلتوا بدأ اعتداء امناء الشرطة على الاطباء. اللي وصل لحد الاختطاف. والاحتجاز واستدعاء مجموعات مسلحة. كلها بتستخدم السلاح في مواجهة الاطباء. اه ايه ايه اللي حصل بالزبط? ايه لك بعد كده بعد بعد حضرتك ما بدأ يجرب يرفع رفع الطبانج وفودي ليجري سلاحة الاستيبال والناس حاولت تحوشوا عني. راح ايه راح اه 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 موش. اللي هو انا? لا انا وهو بتكلم مش لو سمحت يا محمد تسجل في دمارك كده. وهو بتكلم مش عايز حد يقطع. تفضل. مش في الامن اللي هو اسمه وصام حضرتك دي حاول يفاديني عشان خاطر ما يوصليش يا سيادة الامين حاتم. راح جيه. 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 راح جيه مسك عايب امسك يا مش في الامن اللي اسمه وصام. قالي لما ممشتش يا يا حبيبي انت عايب حاجبك كبير من بيتكم. ابعد خالص. في اللحظة دي حضرتك كل بتوع سيكيوريتي سابون يا انا واحمد وقعدوا تفرغوا علينا. كويس? كل بتوع ايه? السيكيوريتي الامن الداخلي. كل بتاع الامن الداخلي. الامن الداخلي ما تدخلش خالص? الداخلي خالص? يفادي فيه سلاح مرفوع وفيه تهديد بان احنا حيتداخد هم من بيتهم. هم كلهم المطارية ناس غلابة. هم مش جاي عشان خاطر يموت عشان خاطر هزيكونه وعفاها متسطرلي. هو عشان خاطر بيحبني مش عشان خاطر وظيفته. طيب كم كم امين شرطة اشهر سلاح واستخدم طبنجته? كانت هاتم ما بيش لحد الوقت غير حاتم هو الرافع على الطبنجة. لحد اللحظة دي. حاتم ولا حسام اسمه حسام? حسام. معلش حسام. حسام. كويس? بيه حسام هو هزيب على الطبنجة. هم ما تكني هم ما تكني هم ما تكني رابع علي سلاح ونعم عمان يضعوا فيه. قلت المدير السيكوريتي اقول اقفر الباب وصرح وما يمتعش الناس تخش تخش تلقى بتنظري وما فيش لح مرفوع كده في المستشفى. رايح الراجل كترخيره قافل باب الاستقبال. مفيش ديئتين فوقعت حضرتك بان في ناس اجبروا ادعاج السيبال واختحوا مبارات الاستقبال ودخل مقربات ووقفوا نص الاستقبال ونزل منه حوالي من ست بتاع افراد مش متأكد الرقم بالزبط. وقاموا حضرتك بدون اي اي يعني فشأسا كده. بدون اي موررات وبدون اي مقدمات. وحد بجمسكوا مشكوني وحد بروحوا مشكوا احمد. وهاتك بقى يا ضرب بقى اوشتيمة وقلتيمة يعني. يعني اه لله يسمحوا. لا يعني الناس اللي جم اللي جم بعد كده كم كم شخص جم? من ستة ثمان افراد حضرتك بالمقرباص. ده الامناء شرطة ولا منهمش علاقة? انا يا فندم انا انا حدقوا انا بحذير لحظة برضو. يعني اه الصدق ومنجاه. ماشي حدقك بي الحديث بيقول لكم صدق ومنجاه. انا ما اعرفش هم مين? انا عرفت بعد كده ان هم امناء شرطة في الاسم. لان ساعدت الباشا محمد وساعدت الباشا حاتم والباشا وقت اللي معهم مسلميني وقفين على رجلهم وقفين على رجلهم وقفين على رجلهم وقديهم زي الفن مسلميني النايب المأمور ونايب المأمور بيعتذر لي وصوبهم في الاسم وخدني ورجع بي. خليني الوقت الجزء بتاع الاسم. خليني احنا داخل المستشفى الوقت. انت بتقول استدعوا. خر في داخلهم في الاخر واتفلهم مع بعض. مع ربش يعني يعني في الاخر شعلوني تلات اربعة افراد منهم واخذوني وحبسوني انا واحمد ووى واخبستونا في نوطف المستشفى. خبصوكم فين? شايتها الاسمايت باعديات ب شوية كده. أikal حبسين في نوطются المستشفى اللي اللي فاعد ناس ان حبستة نوطف المستشفى لالاسف الشديد عمين الشرطة حضرتك. اللي مسئول عننا في المستشفى. يعني امين الشرطة المسئول عنك تضمن معاهم يعني? وطربنا وحرابتنا معاهم في النقطة. حرابتنا ساعتهم في البيتنا في النقطة ساعتنا انا احمد فضلنا محبوسين في النقطة بعد كده فماتي بقى الدكتور احمد جلالة الدكتور احمد جلالة جي والسامع بقى عمالي عافر برا ما عرفش ايه كان بيعمل ايه وبعد كده في الاخر فلقيته فتح الباب فتح الباب جيه شديني احمد جلالة وقال لي اطلع يلا بسرعة جيبت ضيعت حضرتك ملهقتش اطلع راحوا مشتبكين ميعانة تاني مسكوني تاني انت وقته بس دي فين ما حدش هو ما يرد ما حدش يدعو بالدكتور انا الدكتور هدخله جوا وما تخافوش ما تتعرفوش من حاجة هنحل الموضوع اقول ده حيروح الاسب وطلع منها انت بدأ من ايزيك وبدأ اشتبكوا معي انا بقى ومسيكوا باحمد جلالة حضرتك بعد احمد جلالة حاولي عافر وفي الاخر راح قدر يدخلني جوا بباب المستشفى وقافر بوقت الحديد المستشفى واخدها في حضنه فدر احمد جلالة حضنه بقابت الحديد بحضنه علشان خاطر ما حدش يقعفوش يخشه وانا معاوش احمد سعيتها فين فدر مسج احمد جلالة حضنه علشان خاطر ما حدش يخش اتكاتلوا عليه وفي الاخر وبحهم مزعين ومن الباب مزع احمد جلالة تعور في ايديه احمد جلالة تعور في ايديه مقدرت الاسف الشديد وصلولي اذن يخش جواه المستشفى ويوصلولي اخذوني من جور المستشفى تاني متكتف وسعدت الباشا محمد بيه خدني معاهم كمن دم ناس مكتفاني وكان مسكني شديد من شعري كبان مسكني من رابطي بالامارة يعني. ده مين ده? محمد رضيان. سعدت باشا محمد بيه. وخدني وجريني. انت انت اه 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 ده الجزء بتاع محمد يعني كان مسكك من شعرك وبيشدك. انا يعني انا بثبت لك يعني انا انا مش انا مش واع انا اذا كان هو كان فقد الوعي يعني انا مكنتش فقد الوعي. خد حضرتك. انا خلنا وعم في اخر خدوني كلهم اربع خمس ست اربع خمس افراد كده. ورحوا في الاخر. احمد جلالة حاول يحوش بابا بابا مش مقدرشي. وفي الاخر عرفوا يركبوني المقربات. ركبت المقربات حضرتك بضلت ياعد استني. سمعت صوت احمد بقى ساعدة. ده ده بقى بعد فترة كبيرة جدا سمعت صوت احمد عمالي عافر وبينضرب وبي اه وبي يعني او بيستغيش. احمد جلالة. لا لا احمد السيد. احمد دكتور احمد السيد دكتور الجراح. اه. انا مش حركة. انا مش انا انا مش متهم عشان خاطر لحد يبود علي. انا ما عملش اي حاجة غلط. انتم مش محقوقكم تاخدوني. انا مش حمش من المستجرش لغير معي حاجة من الادارة. وفادي انا قلت حضرتك مجرور على الارض. وراحوا ضرب بيتداشوا على رقابته فضلوا اضربوا فيه. لحد من كتر الشلاليت والضرب اه الدفت احت المقربات. فانا من كتر الضرب احمد انا خفت على احمد. فقلت له يا احمد ما متعرفرش معهم يا احمد اركب. انا مش حركة بغير ما يكون احد من الادارة. وقلت له يا احمد انا انا مؤمن يا احمد. اسمعني انا مؤمن. انا 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 معكم الادارة. انا ضربت المستشفى. وراحوا مكلبشينوا حضرتك. وولوها ما شافني. ريدي يركب معهم المقربات. ريكب في الاخر المقربات. اخذونا بالمقربات حضرتك. احمد جلالة وقفت بالمقربات. قال لهم انا مش هتمشوا من هنا وغير على خبطوه بالمقربات. واني فقصاته تاني. وراحوا عملوا كده يعني زودوا زودوا بالمقربات. فاحمد جلالة طبعا واسعة. طلبوا بنا حضرتك على الاس. او ما دخلنا الاس. انت انت ودكتور احمد السيد بس? Million. بس. اه. بس. دخلنا الاس. او ما دخلنا الاس فيضابط ما وادشي. رجل محترم. اول ما دخل حضرتك او ما دخلني يهعرف شكلي. لان انا انا نبيد زال المستشفى بحسر كليوم بالزباق بتوع الاسم المطارية. قال لد يدوك بالخير حضرتك في ايه يالو ملكش دعوة بيا بقشا هطلعها لدور التالت. رح تابني وراح مركش border ملكش دعوة بيا باشا aai? هيطلعوا لدور التالت. هيطلعوا لدور التالت. ماهي اللي في الدور الثالث بقى؟ محطوط فيها مكاتب مكاتب جنب بعضيها معمولة انها زي صور فيها مدخل واحد وحد يخشه وما يقدرش يطلع علشان خاطب يبقى فيه واحد واقف دخلنا كان فيه ناس موجودة محجوزة هناك قعدنا جنبهم في ضمن قاعدين الطايمينج بالضبط قعدنا اعتقد بالنص ساعة ساعة مش متذكب بالضبط لان احنا كنا ساعتها في حول عظيم فجأة جي الضابط فين الدكاترة اللي هنا اللهم اشتعى ايه ده ايه ده دكتور اللهم اشتعى ايه ده ايه ده دكتور جي الضابط خدني بخلني المكتب بعدها بشوية جي الضابط تاني بعدها بشوية جي حد انا ما عقدش عارف هو مين بعد كده عكس ان هو لاب مأمور قال لنا معلش الدكاترة تعالوا معي نزلنا مع حضرتك المكتب بتاني بتاعه عادلت بكتب بتاعه هو كان قاعد ما بلحقش يكلمنا كلمتين ويرط على التليفون يعني كان فيه كتير عماد كل شباية يقول لنا كلما يتكلمنا بالتليفون يرين خدنا بعد كده هو قالنا يلا معلش يا شباب انا هبطيكم مستشفى بنفسي وامسلحوها فيي ركبنا مع المكربات معي برضو مكربات برضو مش عارفش مينة المكرباتات يعني ايه مش اي دلالة خالص يعني للموضوع المكرباتات ده ركبنا المكربات برضو حضرتك مع نائب المأمور وتعت أربع أفراد من الأمناء الشرطة اللي كانوا جابونا وخدنا يا فندم وروحنا للمستشفى أول ما دخلنا للمستشفى كان احمد جلالة مسليني وفضل باب هو والدكتور مأمون نائب مدير المستشفى الدكتور المأمون نائب مدير المستشفى أول ما قابلني قال لنا حسلك سؤال واحد يا مؤمن حد ما ده يده عليك قلت له حضرتك شايف ايه كان قصار الضرب عليك وعالدكتور أحمد السيد يا دكتور احنا يا فندم كنا خدمات وسحجات في الجسم كله متفرقة يعني في الأول الرأس لحد الرجل انا وأحمد بس أحمد كان وضعه أصعب شوية لأن أحمد كان ضرب ضرب فرقابته والضرب داف على رأسه يعني وضعه كان بالفعله صعب شوية وأحمد كان مش حتى بيعه في يمشي في المستشفى وفي الوقت ده كنتان بمسكه وعشان خاطر يمشي مشايف قويس فدكتور معمون قال لي خشه بوا ما تتكلمشي ثاني مع أي حد أنا كافيت بالناس دي دخلت بوا حضرتك عشان خاطر الناس بدأت بقى في المستشفى يعني الناس بتوسيني اللي حاوزي كيب لي مياه اللي يبيني حونها مسكينة اللي بيطلطب علي زي ما لتعارف يعني كذا فجي ناس الآخر الدكتور معمون استدعاني بعتني مع الدكتور رحمة جلالة قال لي مؤمن تعالي عشان هاملوا محطة روحتوا أنا وإحمد السيد عشان ابو المحضر دخلنا قعدنا الدكتور معمون كان موجود الدكتور معمون كان موجود وليب المؤمور ده كان موجود وأمين شرطة كان موجود كان بيكي بالمحضر طيب خلينا يعني هكمل معاك بقى الجزء المتعلق بتصميمكم على تصعيد القضية والحقيقة يعني محمد هنا أمين محمد هنا الاعتداء على أطباء داخل مستشفى بهذا الشكل الوحشي والهمجي اللي أنا شفته يعني القضية مش إنهم أطباء فقط لا يعني حتى لو مع أي موقع عادي لكن كمان مع الأطباء في مستشفياتهم وفي أماكن عملهم والاعتداء عليهم بهذا الشكل واختطفهم واحتجازهم واستدعاء زملاء لكم بأسلحتهم وإشهار طبانجاتكم في وجوههم لا إحنا أمام عمل إجرامي لا يليك أنت بتقولي أول حاجة إحنا بنحمي الناس كل ده ما حصلش أستاذ تمام أنا قلت لحضرتك في الأول ما بالك هم أطباء ده كترة هتتعامل مع دكتور إزاي هتضرب دكتور ليه سيادته بيقول إنه هو كان موجود وده كان موجود مدير المستشفى نفسه بيجاي لي وبيقول لي أنا هعالجك هعمل مشكلة مع دكتور ليه زميلة هيعمل مشكلة مع دكتور ليه كل مشكلتنا إنه إحنا عايزين نسعفونه العنجهية والتسلط يا ميلا هي المشاكل بتبتدي كده التسلط من أقف تسدي إنه فيه دكتور يكلمك وحش فانتا انت مش عارف انت بتكلمين سيادتك واحد بيتكلم بيقولك ألف سلام عليك حمد الله تقالت كم مرة فيش الكلام ده يا فانت دايس على رجل وحلى أرسل احنا لا يشابه أستاذ البلد احنا شكونا يجبكم الفق بالملايات يا بي ده تقال كلام يعني العمال والتمريد والموظفين كانوا بيعياتوا على الدكاترة دي كانت مجزرة يتعامل في دراعتك كده أصلا يعني الدكتور المحترم اللي انت أصلا خايف ان يتعامله وحش الدكتور مؤمن زقنا على الحاجز المنزلق عندك على الغرفة بتاعة يا محمد انت قلت انا ما شفتش الدكتور مؤمن وما تعملش خلينا ما بسمعه بقى عشان ما نحطعش طيب ماشي انت الاصابة اللي عندك دي بس خلينا في السؤال انتوا استدعيتوا زملائكم فيش الكلام ده يا فاندم ازاي مرحوش الاسم هنستدعي زملائنا ازاي هو ستة دلوقتي بيقولي ان انا كنت راكب روحت وخدت وركبت المقرباز وودت الاسم وطلعت وحدة المباحث وعملت كل حاجة طب ازاي وانا مصاب وعاي دم بينزف يعني مرحش الاسم هاخد ده هاخد عملت كل ده والناس ده كلها وقفت تتفرج والباشا مدير المستشفى في تفرج والناس ده كلها في تفرج يا فاندم تكسير مستشفى طبانجات من ترفع اكيد ما فيش انا ما شفتش مين راح الاسم يا خبش لما شفتك سملك بالله امين محمد في نائب مأمور رجعهم من الاسم وقسملك بالله انا ما شفت حوار الاسم لانا سيادتك لما هو امتنع عن اصابتي وحصلت المشدة الكلامية والشد والجذب انا وقعت على ظهري قدام الاستقبال عندهم قسمهم بالله الدكتور مؤمن ما عدي من علي ما شدني من ايه ده حتى خدت بعضه وقعدت على رصيف المستشفى فلما اوزه حطما ندل على الحتة دي وقعد عامل كده اتصلت بواحد زميلي تعال اخدنا وديني المستشفى وما زميلك الاولاني كان فين لما اتصل بواحد تاني طب صبرا بس كان جوا مع اسلح بيجروا للدكتور يا اول امين حسان اول يمديني المستشفى ده اللي كان راكب سيئ المكنة وواحد سندني من ورا حسان ده قالك مين الواحد اللي كان زمدك من ورا زميل برضه اسمه ايه اسمه محمود عطي لا ما حدش جمعكم ده جبعه في المكربوس لا طبعا كمل ما فيش تفصيلة من هذه النظمة فضل حر اتح قلت شنين في الاول بعد كده رجعتهم تلاتش خلينا يا جماعنا توح له بس المجال من محمد طيب في تحيات بس خلينا يعني انا جزء انا بقى احقق القضية هنا صحفيا وتليفزيونية مش مدصة قضاء ولا نياب فيه جزء مجتمعي وانا بقى احققها تليفزيونية وصحفيا لقضية اثيرة والاطباء صعدوا واعتبروا ان اعتدائكم على الاطباء هي بمثابة اعتداء على المهنة وعلى الطب وعلى الشعب المصري كله احنا مواطنين قبل ما نكون اطباء وبالتالي احنا امام مشكلة ليست سهلة خليني بس انتوا هنا اختطفتوا الاطباء احتجستوهم اعتدتوا عليهم ايه اللي جاب ايه اللي استدعى الناس زملائك انا امين شرطة مش من صلاحياتي ان انا اخد مواطن عادي حتى ان انا احبسه لمجرد اي سبب ما بالك سيادتك دكتور كياداتي لا تسمح لي فعلا انا تحبس فيها عشان كده جم واعتذر واحنا قدرنا مجيد ما اقدرش انا اعمل كده ولا حد يعمل كده ان احنا نسحل ونضرب المباحث بتاعتنا ده اسم المباحث في الاسم حضرتك سألتيني ايه دول الثالت الأطباء اللي راحوا الأطباء اللي تم اه اقطيادهم بالقوة كده في موكروبس لاسم المطارية انت بتقول ده مش صحيح ا це انا شفتش سيادتك اذا مش صحيح لا تسيادتك انا ما شفتش حوال الموكروبس ده يا فندم دكتور مومن هل الأمين محمد هنا انت بتقول انه احد الذين اشاركوا في الاعتداء عليك يعني طب معينش اقول سؤال بس يا فندم عشان ما نظلمش بعض فضل يا سادت الأمين انت التالت اللي معاك كان اسمه ايه يا فندم التالت اللي معاك محمود محمود ايه يا فندم محمود محمد عطية محمود عطية محمود محمود عطية سعيد يا دكتور مومن تتاج الاسمه يا فندم علشان خاطر ده احنا كنا مشتكين تجعفين نجمع بعيدة دمانية هيا الحباب ستجل إسم أفنديم عشان نكمل الثمانية في النوم إن شاء الله